مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 85 التبرين التاسع احسبوا قياس مساحة الشكل الملون بالأصفر فلاحظوا الشكل الملون بالأصفر عندنا نصف قرص قطره 6 سنتيمتر ونصف قرص آخر قطره 4 سنتيمتر فباش نحسبوا المساحة ديالشكل الملون بالأصفر فغادي نحسبوا المساحة ديالنصف القرص الكبير زائد نصف مساحة نصف القرص الصغير فهناك يجب أن نستعملوا لمساحة ديال القرص نعرفوا بأن مساحة القرص مساحة القرص هي الشعاع في الشعاع في 3.14 الشعاع في الشعاع في 3.14 عندنا القطر هو 6 سنتيمتر الشعاع هو نصف القطر إذن 6 سنتيمتر على 2 اللي هي 3 سنتيمتر هنا قد نحسبوا مساحة نصف القرص الكبير 3 سنتيمتر في 3 سنتيمتر في 3.14 الشعاع ديالهات نصف القرص الكبير هو 3 سنتيمتر في 3 سنتيمتر في 3.14 يساوي 3 في 3 تسعة سنتيمتر مربع في 3.14 يساوي 28 فاصلة 26 سنتيمتر مربع وغد نقسمه إلى 2 لأننا نريد فقط نصف القرص يساوي 14 فاصلة 13 سنتيمتر مربع هذه المساحة هذه النصف القرص الكبير ثم مساحة نصف القرص الصغير بنفس الطريقة S2 تساوي R فو R فو 3.14 هذه هي المساحة ديال القرص ونقسمها إلى 2 إذن الشعاع ديال نصف القرص الصغير القطر 4 سنتيمتر الشعاع هو نصف القطر يعني 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر في 3.14 الكل على 2 نختزله ب2 2 ضربنا في 2 وقسمنا ل2 نختزله بها تبقى أنه 2 في 3.14 يساوي ونجزي العمل 2 في 3.14 وهي 6.28 سنتيمتر مربع 6.28 سنتيمتر مربع هي مساحة نصف القرص الصغير ده بغادي نكتبه مساحة الجزء الملون بالأصفر ده مساحة الجزء الملون بالأصفر أو مساحة الشكل الملون بالأصفر كتساوي المساحة دي النصف القرص الكبير زائد المساحة دي النصف القرص الصغير مساحة نصف القرص الكبير قلنا 14.13 سنتيمتر مربع زائد مساحة نصف القرص الصغير اللي هي 6.28 سنتيمتر مربع مجموع المساحة يساوي 20.41 سنتيمتر مربع 20.41 سنتيمتر مربع هي مساحة الشكل الملون بالأصفر التمرين العاشر الشكل جانبه عبارة عن حديقة عندنا هذا الشكل هو عبارة عن حديقة ما هو قياس مساحة الحديقة سؤال الحديقة محاطة بسياج ما هو قياس طول هذا السياج الشكل كما قلنا هو عبارة عن حديقة لاحظوا هذه الحديقة كديرا ما هو قياس مساحة الحديقة فكي خصوصا نحسب المساحة يال هذه الحديقة ثم نحسب قياس طول السياج المحاط بالحديقة بمعنى محيط الحديقة فلحساب مساحة الحديقة فقد نحسب المساحة لهذا المستطيل نحسب المساحة لهذا المستطيل وغادي نقس منه هاد الأجزاء هادو هاد الجزء مع هاد الجزء مع هاد الجزء مع هاد الجزء فلاحظوا هاد الجزء هادا لهو كيمتل ربع ربع قرص هادا ربع قرص هادا ربع قرص هادا ربع قرص إلا جمعنا هاد الجزء مع هاد الجزء هاد يعطينا نصف قرص هادا مع هادا نصف قرص إذا بربعهم هاد يعطينا قرص قرص لاحظوا شعاعه كم من هنا نحط شعاعه سبعة متر إذن سنحسب كما قلنا المساحة المستطيل فالمساحة المستطيل طول في العرض 40 متر في 30 متر ثم سنقسم هذه الأجزاء إذا جمعناهم بربعة يعطينا قرص شعاعه سبعة متر يعني سنحسب المساحة القرص الذي شعاعه سبعة متر وهذه المساحة للقناة سنقسمها من مساحة المستطيل سنحصل على مساحة الحديقة هذه من جهة من جهة ثانية المحيط السياج أما طول السياج سنحسب المحيط الحديقة بمعنى هذا الضلع زائد هذا القوس زائد هذا زائد هذا القوس زائد هذا الضلع زائد هذا القوس زائد هذا الضلع زائد هذا القوس فهذا الضلع سنقسمها 40 متر سنقسمها 7 ونقص منها 7 متر ثم 30 سنقص منها 7 ونقص منها 7 أيضا 40 نقص 7 نقص 7 30 نقص 7 نقص 7 فبقاونا هاد الأقواص هادو فقلنا إلا جمعنا هاد الأرباع هادو أرباع الدوائر فقدنا نحصوه على دائرة شعاعها 7 متر لذلك فهاد القوس زائد هذا زائد هذا زائد هذا فقد يعطينا دائرة وقد نحسبه المحيط ديال الدائرة ومن يلقوا المحيط ديال الدائرة وقد نضيفه على القياسات الأولى اللي حسبنا وقد نلقوا قياس طول هذا السياج اللي هو محيط الحديقة إذن قبل ما تشوفوا الجواب فكروا مزيان والطريقة اللي شرحت لكم فقد تمكنكم من إيجاد الحل إذن السؤال الأول نبدأوا بسؤال الأول ألف مساحة الحديقة قلنا مساحة الحديقة قلنا مساحة الحديقة قلنا نحسبوه المساحة ديال المستطيل وقد نقسم منها المساحة التانية ديال القرص إذن المساحة ديال المستطيل هي الطول في العرض اللي هي أربعون متر في ثلاثون متر أربعة في ثلاثة اثنى عشر ونضيفوه ديال الأصفر ألف ومئتان متر مربع هذه المساحة ديال المستطيل ثم المساحة ديال القرص اللي هي ماذا اللي هي الشعاع في الشعاع في ثلاثة فاصلة أربعة عشر يساوي سبعة متر في سبعة متر في ثلاثة فاصلة أربعة عشر يساوي سبعة في سبعة تسعة وأربعون متر مربع في ثلاثة فاصلة أربعة عشر يساوي النجزة العملية تسعة وأربعون في ثلاثة فاصلة أربعة عشر هي مئة وتلاثة وخمسون فاصلة ستة وتمانون متر مربع مئة وتلاثة وخمسون فاصلة ستة وتمانون متر مربع لبقياس مساحة الحديق مساحة المستطيل 1200 متر مربع ناقص مساحة القرص 153.86 متر مربع 1046.14 متر مربع 1046.14 متر مربع هذه هي مساحة الحديقة ثم نمر إلى حساب محيط الحديقة لهو طول السياج للمحيط الحديقة لهو كما قلنا طول السياج للمحيط الحديقة قلنا كي سوي محيط المستطيل محيط المستطيل قد نقص منه 77777777 يعني كم من 7 1 2 3 4 5 6 7 8 المحيط المستطيل قد نقص منه 7 في 8 56 متر المحيط المستطيل نقص منه 56 متر زائد محيط الدائرة التي شعاعها 7 متر إذن محيط المستطيل نقص 56 متر زائد محيط الدائرة نبدأ بيئة محيط المستطيل طول زائد العرض في 2 اللي هو ماذا اللي هو 40 متر زائد 30 متر في 2 40 زائد 30 70 70 في 2 140 متر ناقص قلنا 7 هنا و7 هنا و7 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 كم من مرات من هي دي الله مرات اللي هي 7 متر في 8 ناقص 56 متر فحسبنا المحيط دي الله المستطيل ونقصنا منه هذه الأجزاء إذن 140 ناقص 56 يساوي 84 84 متر هو المحيط دي الله هذا الجزء زائد هذا زائد هذا زائد هذا بقنا هذه الأقوص لقد نملك نجمعهم كيعطونا المحيط دي الله دائرة لأن بيئة 2 اللي هو المحيط دي الله دائرة محيط الدائرة هو القطر في 3.14 فالشعاع دائرة 7 متر إذن القطر 14 متر شع زائد شع 14 متر في 3.14 وننجز العملية 14 في 3.14 يساوي 3.96 متر 43 فاصل 96 متر دي الله المحيط دي الله دائرة ثم نجمع المحيط دي الله دائرة زائد المحيط دي الله الأضلاع اللي حسبنا إذن 84 متر زائد 3.96 متر يساوي ونجز العملية يساوي 127 فاصل 96 متر إذن هذا هو محيط الحديقة محيط الحديقة كما قلنا 127 فاصل 96 هو طول السياج محيط محيط إلى التمرين 11 وعندبال المحيط يساوي المحيط 2 quarts ونجز ونجز المحيط في كورة اليد المرمى تكون من 2 quarts ديسك يعني 2 على 4 من مساحة القرص هذا هو الربع الأول للقرص وده الربع الثاني يعني 2 على 4 مساحة القرص ومستطيل هذا هو المرمى هذا هو الهدف ديال 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 كورة اليد فكي تكون من هذا الربع ديال القرص ربع آخر ومستطيل السؤال جو كالكول المزور دولار دو بوت او برم بي تقال 3 14 إذن سنحسب المساحة ديال المرمى ديال الهدف سنأخذه بي تقريبا 3.14 فلحساب المساحة ديال هذا الجزء الملون اللي هو كيمثل المرمى الهدف فكي خصوة نحسب المساحة ديال الربع ديال القرص ونضرب ه في 2 لأن هذا الربع هو هذا فلاحظ 6 سنتيمتر والشعاع 6 سنتيمتر ونحسب كذلك المساحة ديال هذا المستطيل فعرضه 3 سنتيمتر وطوله هو الشعاع ديال القرص اللي هو 6 سنتيمتر إذن غادي نحسب لاحظوا لجمعنا هذا الربع مع هذا الربع فغادي أعطينا نصف قرص نحسب المساحة ديال نصف القرص زائد المساحة ديال المستطيل وسنحصل على مساحة المرمى إذن أولا كما قلنا غادي نحسب المساحة المساحة الأولى ديال نصف القرص زائد مساحة الثانية ديال المستطيل المساحة ديال نصف القرص نعرف بأن المساحة ديال القرص الشعاع في الشعاع في 3.14 هذه ديال القرص كله ديال نصف القرص نقسم على 2 يساوي رجع للشكل الشعاع 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر 6 سنتيمتر في 3 فاصلة 14 على 2 يساوي 56 فاصلة 52 56 فاصلة 52 سنتيمتر مربع ديال مساحة ديال نصف القرص يعني ربع زائد ربع قرص ربع زائد ربع يساوي نصف قرص ثم المساحة ثانيا وهي مساحة المستطيل لقلنا مساحة المستطيل طول في العرض طوله هو شعاع شعاع القرص وهو 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر في 3 سنتيمتر يساوي يساوي في 3 18 سنتيمتر مربع طب المساحة ديال المرمى يساوي 56 وخمسون فاصل 52 سنتيمتر مربع زائد 18 سنتيمتر مربع قد نجمع المساحتين يساوي 74 فاصل 52 سنتيمتر مربع 74 فاصل 52 سنتيمتر مربع هي المساح ديال المرمى ونجم الكتاب ونكتب المساحة ديال الهدف هي المساحة الأولى ديال نصف القرص زائد المساحة الثانية ديال المستطيل مساحة نصف القرص هي 56 فاصل 52 سنتيمتر مربع زائد المساحة الثانية اللي هي 18 سنتيمتر مربع المساح ديال المستطيل يساوي 74.52 سنتيمتر مربع الشكل الجانب يمثل تصميما لدراجة هوائية قديمة الصنع قياس قطر عجلتها الكبيرة 150 سنتيمتر وقياس طول قطر عجلتها الصغيرة 60 سنتيمتر إذن هذا الشكل هو تصميم دراجة هوائية من بيسيكليت وهي قديمة بحيث لاحظوا هذه العجلة هذه فهي عجلة كبيرة وهذه عجلة صغيرة فالعجلة الكبيرة يعني الروضة الكبيرة القطر ديالها 150 سنتيمتر والعجلة الصغيرة قطرها 60 سنتيمتر السؤال ألف ما هو قياس المسافة التي تقطعها الدراجة عندما تدور العجلة الكبيرة دورة كاملة مش ناية المسافة التي تقطعها الدراجة يملكت دور العجلة الكبيرة دورة كاملة فلحساب هذه المسافة سنحسب محيط العجلة الكبيرة إذن محيط العجلة الكبيرة لماذا؟ لأن نملكت دور العجلة الكبيرة دورة كاملة فالدراجة تقطع المحيط ديالها العجلة هذه لذلك سنحسب محيط العجلة الكبيرة إذن محيط العجلة الكبيرة هو محيط الدائرة التي قطرها 150 سنتيمتر إذن قلنا سنحسب محيط العجلة الكبيرة فكننا نعرف بأن محيط الدائرة يساوي القطر القطر في P أو P في القطر 3.14 في القطر يساوي ماذا؟ القطر 150 سنتيمتر في P 3.14 إذن حبس الفيديو نجزو العملية 150 في 3.14 يساوي 471 سنتيمتر هي المسافة التي ستقطعها الدراجة عندما تدور العجلة الكبيرة دورة كاملة ونكتب محيط العجلة الكبيرة ديفي بي وهي 150 سنتيمتر في 3.14 يساوي 471 سنتيمتر السؤال بقى هل يمكن القول بأن العجلة الصغيرة تدور دورتين ونصف عندما تدور الكبيرة دورة واحدة إذن هناك يسولونك يقول نواش العجلة الكبيرة ملكت دور دورة واحدة فالعجلة الصغيرة تدور دورتين ونصف يعني هذي كددور جوش دورات ونصف والعجلة الكبيرة كددور دورة واحدة فكيفش غد نعرف بأن العجلة الصغيرة كددور دورتين ونصف والعجلة الكبيرة تدور دورة واحدة فقط فحنا حسبنا المحيط دي العجلة الكبيرة وجدنا 471 سنتيمتر ده بغد نحسبو محيط العجلة الصغيرة المسافة اللي كتقطعها العجلة الصغيرة عندما تدور دورة واحدة محيط العجلة الصغيرة دائماً غد نطبقوا القاعدة دي الحساب محيط الدائرة اللي هي القطر في بي دي كيساوي القطر دي العجلة الصغيرة 60 سنتيمتر في بي 3.14 بعد إنجاز العملية سنحصل على 188.4 سنتيمتر هي المسافة التي تقطعها العجلة الصغيرة عندما تدور دورة كاملة يعني المحيط دي العجلة الصغيرة دي بلاحظوا المحيط دي العجلة الصغيرة والمحيط دي العجلة الكبيرة المحيط دي العجلة الصغيرة 188.4 سنتيمتر والمحيط دي العجلة الكبيرة 471 سنتيمتر إذا أخذنا المحيد للعجلة الصغيرة اللي هو 188.4 وضربناه في 2 يعني جوج ديال المرات المحيد للعجلة الصغيرة يعني سيضر جوج ديال المرات سنحصل على كم سنحصل على 376.8 سنتيمتر إذا لغادي الدور العجلة الصغيرة دورتين ستقطع 3176.8 نصف دورة إلى دورة العجلة الصغيرة نصف دورة بمعنى سنأخذ 188.4 على 2 فاصلة 4 على 2 يساوي 94.2 سنتيمتر إذا لغادي نجمع دورتين ونصف دورتين بمعنى 188.4 في 2 فقلنا العجلة الصغيرة ملكت دور دورة واحدة فالدراجة تقطع 188.4 دورتين يعني جوج سنضرب هذه المسافة في جوج نصف دورة سنخسم هذه المسافة على جوج فقد نجمع دورتين ونصف يعني 9.2 زائد 376.8 سنحصل على 471 لجمعنا دورتين ونصف سنحصل على 470 سنتيمتر ماذا نلاحظ؟ إذا ضارت العجلة الصغيرة دورتين ونصف الدورة فإنها تساوي دورة العجلة الكبيرة دورة واحدة بمعنى يمكن القول بأن العجلة الصغيرة تدور دورتين ونصف عندما تدور الكبيرة دورة واحدة إذن يمكن القول بأن العجلة الصغيرة تدور دورتين ونصف 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 عندما تدور الكبيرة دورة واحدة فاملكت دور العجلة الكبيرة دورة واحدة فالدراجة تقطع المسافة 471 سنتيمتر وعندما تدور العجلة الصغيرة دورتين ونصف فإنها تقطع نفس المسافة لذلك قولنا بأن العجلة الصغيرة تدور دورتين ونصف ولعجلة الكبيرة تدور دورة واحدة فقط Lum divulج إذا Sarah a formé un bracelet rond Elle a voulu mesurer le diamètre de son bracelet Mais elle se trompe toujours Est-il possible de calculer la mesure de ce diamètre sans le mesurer ? Explication La question est de la mesure de la mesure de 20 cm C'est de la mesure de 20 cm Elle a voulu mesurer le diamètre de son bracelet Est-il possible de calculer la mesure de ce diamètre sans le mesurer ? Qu'est-ce qui peutphets de la mesure de son bracelet ? Est-ce que vous pouvez calculer la mesure de ce diamètre sans le mesurer ? بلا من نقوم بالقياس دياله. يعني يعني نحسبوه فقط انطلاقا من محيط هذا. محيط هذا البراسلي هذا. اللي هو طول ديال الخيط. لانها شكلات البراسلي بالخيط دورت الخيط وحصلت على براسلي. فكان عارفو بان المحيط ديال الدائرة. لانها شكلات البراسلي على شكل الدائرة. المحيط ديال الدائرة. هو القطر في بي. اذا احنا بغينا نحسبوه طول ديال القطر ديال هاد البراسلي. فعندنا طول ديال الخيط. اللي هو المحيط. عشرون سنتيمتر. اش كتساوي? كتساوي القطر في بي. وعندنا بي اللي هي تلاتة فاصلة اربعة عشر. اذا كتساوي القطر في تلاتة فاصلة اربعة عشر. عشرون سنتيمتر. كتساوي القطر في تلاتة فاصلة اربعة عشر. فبإمكاننا حساب قطر هذا الدوملوج. كيفاش غادي نحسبوه? غادي ندروه القطر كيساوي عشرون سنتيمتر على تلاتة فاصلة اربعة عشر. وسنحصل على طول الخطر.ales بس إبقى يمكن إنظر إلى أية حتى نبدأ ضعه خلال المساعدل وبدأون أقوم ب世界 قد تؤيت إلا إذا سواء يمكن أن نقوم باتر يمكن إلا نمومكين إل إبقى الأيام ممكن إلا أية حتى نفع يمكن أن نحساب الثالث يفعل أنه يمكن أن نحساب الثالث 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 الثالثون سنتيمتر تقريباً إذن ستة تفاصيلة ستة وتلاتون سنتيمتر يمكن أن نحساب الثالث يمكن أن نحساب الثالث يمكن أن تقول يمكن أن نحساب الثالث عشرون ديرها من المتر الواحد؟ يمكن أن نحساب الثالث يمكن أن نحساب الثالث أن نحساب الثالث الثالث يمكن أن نحساب الثالث إذن أولاً سنحساب الثالث ثم المسافة أو الطول بالمتر سنضربه في عشرون ديرها لأن ثمن دير المتر الواحد عشرون ديرها فالمحيط دير الدائرة سنضربه في عشرون ديرها وسنحصل على ثمن دير هذا السياج حبسوا الفيديو ونجزوا ما شرحت لكم إذن أولاً سنحسب المحيط دير الملعب وهو المحيط دير الدائرة إذن أي كي ساوي القطر في بي فهنا ما عندناش القطر عندنا الشعاع وكننا عرفوا بأن القطر كي ساوي الشعاع زائد الشعاعين إثناني في الشعاع في بي اللي كي ساوي إثناني في خمسة وأربعون متر في ثلاثة فاصلة أربعة عشر هدا هو المحيط دير الملعب إذن خمسة وأربعون في إثنان تسعون في ثلاثة فاصلة أربعة عشر مئتاني وإثنان وتمانون فاصلة ستة متر هدا المحيط دير الملعب اللي هو طول دير السياج مانتنون مانتنون لبري دير الملعب ثمان دير السياج دير الملعب لبري دير الملعب ثمان دير الملعب إنه ثمان دير الملعب ساميل سسسان سانكون ده درهم إذن تمانو السياج هو خمسة ألاف وستمئة واثنان وخمسون درهم إذن كما قلنا أولا نحسب المحيط الملعب هو الشعاع في إثنان في ثلاثة فاصلة أربعة عشر يساوي الشعاع خمسة وأربعون متر في إثنان في ثلاثة فاصلة أربعة عشر يساوي مئتان واثنان وتمانون فاصلة ستة متر لبغي لبغي تمان لبغي دسوغ غياج اللي هو الطول ديالسياج دائما في عشرون درهم لأن تمان ديال المتر الواحد عشرون درهم يساوي 5652 درهم لذي هو الطول هذا السياج وبهذا ننهي تمارين صفحة نلتقي في الصفحة ستة وتمانون أغضى